من المؤمل والمؤكد انه راح يطلع مرة اخرى ويخالف التوجيهات الامنية اللي ربما تيجي من حمايته ومن المحيطين به ورح يرجع مرة ثانية يلتق الناس وبشكل اكبر لكن البارحة بالواضح انه استهداف كان موجود الشون كان موجود لانه مو المرة الاولى يعني سمحت سيد مقتد الصدر ما يلتزم ابدا بالاجراءات الامنية وما يلتزم ابدا يعني في احدى المرات الموكب الحماية كان خارج من العتبة العلوية المقدسة فشاف بسطاء او ابناء بسيطة فقيرة ووقف ووقف قال السايق ووقف دولة كلها قدامه ماشي الرتل الرتل بيدروا شو ساره وقفت فوقف نزل على الطفلة وقال هيا صعده وياه شنو هنا انا ليش اتبعين كلينيكس معرف شنو وانت وين اهلك وانا وصلش ين بيت اهلك واصلا ين بيت اهلك والحماية يقولوا لسه شون توقف ما اخذت منه موافقة يقولوا مواني اعتقد الحاج جليل او سيد جليل نور هو اللي كان باللحادثة يقولوا شون توقفوا نقالوا له هاي سيد وجه وما حد يقير يحجي فيخالف التوجهات الامنية اللي تتحصدر الى ثانية البارحة بعض قال انه هو جيب سيارة مصفحة وما جيب سيارة صحة جيب سيارة ابو عندك زميل مخرج ما والله الفيديو ما الوصول موجود شوف نبلغ فيديو الوصول خلينا نعلق عليه هو وصل بسيارة ابو ما وصل بسيارة مصفحة متل ما قال البعض ووصل وبشكل مباشر توجه الى المنصة هذا الفيديو ذا نشوفه ببطئة وهاي السيارة واضحة قدامكم ارجع لي زميل مخرج بالمقابل احنا ذا نشوف انه صعودة الى المنصة النظرات اللي كانت من سماحته والمحيطين بمطبيعية خليشوا بالله هذا الفيديو سماحت سيد مقتدر صدر من المؤكد انه كان يستشعر شيئا لانه النظر كان الى الاعلى والنظر بينما هو على منصة والجمهور يجب ان يكون يعني مستوى نظره يكون باتجاه نحو الجمهور الجمهور هنا مكانهم ادنى من وجوده هو لكن هو نظره الى الاعلى بما يعني شيء اخر يعني هاي النظرات اذا تشوفوها راح تشوفوها بشكل مستبر راح نشوف انت اقرن نظرات الان انه نظر سمحت سيد مقتدر صدر ترقب او استشعار او توقع ولا ربما معلومات انا حتى لو عندي معلومة محجيها بس لانه هذا مؤاني مؤاني لحجي يعني انا دوري كمواطن عراقي ان اقدم لكم الصورة وانت تروح وانت حقق وانت اسألوا لان ماذا رادي يصير موقف اخر رسمي يطلع من سمحته فانا اريد اقول انه النظرات لم تكن الا دليل وتأكيد انه سمحته كانت لواصلت معلومة او لديه استشعار بانه هناك شيء غير طبيعي في المكان يعني هذا من الواضح والدليل على يعني نقطة ثانية لو نشوف مثلا ارجعني زميل مخرج اكو نقطتين اريد اقولها الحاجة لي النوري انسحب من امام المنصة وتوجه للسيارة قبل ما سيد مقتدر صدر يقر القطع كلمته كان واقف قدام المنصة بعدين انسحب قبل دقائق من انهاء الكلمة ليش انسحبوا ورح يقدام السيارة